النهاردة الحقيقة يوم مختلف لأنه يوم فتح باب كتير للكلام مختلف لأنه الرئيس بدأه مختلفا والنهاردة عقد اللقاء اللي أنا قلت لحضراتكم فيه العنوين أبرز التصريحات اللي قالها الرئيس عبدالتح السيسي فيه لقاءه مع ممثلي المجتمع المصري بمختلف شرائحهم أنا كان ليا شرف الحضور النهاردة في الاجتماع مع زملاء آخرين كنا مجموعة من الإعلاميين مسؤولين عن برامج التوكشو وكنا مجموعة أخرى من السياسيين وكان فيه مجموعة من القانونيين المعروفين بالنواحي القانونية والقانون الدولي والدستور وحاجات من دي بالإضافة إلى الحكومة وكان فيه وفد كمان من البرلمان أعتقد رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب وآخرين والاجتماع ابتدى الصبح بجلسة رأسها الأول مهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة وكان معاه الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وواحد من مفاوضي طابة وبعض القادة البحريين بالإضافة إلى بعض الخبراء الآخرين واللي دهرت الجلسة دي لسه لم يحضرها بعد الرئيس عفتاح السيسي والجلسة دي كلها كانت جلسة معلومات وجلسة تفاصيل اتكلم الأول فيها رئيس الوزراء مهندس شريف اسماعيل واتكلم عن السرد التاريخي السرد التاريخي اه ننسيت اقول لكم هي الليلة دي كلها النهاردة معمولة عشان تيران وسنفير يعني القصة كلها الاجتماع كله الخطاب كله الاعدة كلها التجميع كلها العنوان جزيرتي تيران وسنفير اللي حصل عليهم جدل فظيع جدا منذ أن تم إعلان منذ أيام أنه تم ارجعهم للمملكة العربية السعودية أثناء زيارة الملك سلمان خادم الحرامين الشريفين للقاهرة فابتدى الاجتماع الأول بحديث من المهندس شريف اسماعيل حديث أرقامي يعني ما تكلمش كلام ارتجالي تكلم بالأرقام قال أنه مش عارف في الدولة العثمانية حصل إيه رقم اثنين أنه أثناء حكم الملك فاروق تم تبادل مخاطبات ما بين الملك فاروق والمملكة العربية السعودية ساعتها وأنه تم طلب من السعودية أنه مصر بما أن ليها قوات بحرية في ذلك الوقت والسعودية ما لهاش قوات بحرية أنا بحكي لكم اللي قال له رئيس الحكومة فالسعودية طلبت من مصر أنها تحمي الجزيرتين لأن عليهم تهديد من الصهايين اللي كانوا متوحشين ومستفحشين في المنطقة وقتها وبالفعل وافق الملك فاروق وافقت مصر على حماية الجزيرتين فبالتالي قال المهند شريف اسماعيل أنه منذ ذلك الحين والجزيرتين سعوديتين ولكن في عهدت الإدارة المصرية تدير تدير الجزيرتين ثم قال أنه طول الأنظمة سواء في عبد الناصر أو في السادات أو في مبارك في الأنظمة الكثيرة اللي حكمت مصر لم يقل رئيس أن الجزيرتين مصريتين ده اللي قاله شريف اسماعيل ثم أكد كلامه بالخطاب اللي بعته الدكتور عسمة عبد المجيد وزير الخارجية المصري أنذاك في نهاية مش فاكره غيره يمكن سنة تسعين تقريبا سنة تسعين في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات لما بعت خطاب للمغفور له الوزير السعودي وزير الخارجية السعودي أنذاك الأمير سعود الفيصل بيقوله فيهم أنه أيوة الجزيرتين سعوديتين بس استنوا شوي خطاب ده بناء على خطاب من سعود الفيصل كان بيطلب فيه من المصر استرجاع الجزيرتين فعسل بن عبد المجيد قال له أيوة إحنا بنقر أن الجزيرتين بتعقوا أن الجزيرتين سعوديتان لكن الوقت وظروف المنطقة والتهديدات يخلونا نرجع اتخاذ القرار بتاع إعادة الجزر ثم وصولا إلى المرحلة الحالية وقال المهندس شريف اسماعيل في نهاية كلامه أنه القرار ده مش وليد يوم وليلة وأنه فيه لجنة مصرية سعودية ممثلة من كل جهات السيادية في مصر وزارة الدفاع هيئة المساحة العسكرية المخابرات العامة والحربية وزارة الخارجية الأسادة القانون الدولي والدستوري مع جانب سعودي من شهر نوفمبر اللي فات كلام ده معلومات بقولها لكم على لسان رئيس الحكوم من شهر نوفمبر اللي فات يعني دلوقتي ستة شهر تقريبا ستة شهر كاملين من نوفمبر اللي فات لحد النهاردة لجنة مختصة بهذا الملف بناء على طلبات متكررة من الجانب السعودي باستعدة الجزيرتين وانتهت اللجنة المصرية اللي فيها جهات سيادية أن حقية الجزيرتين للسعودي ثم تحدث الوزير سامح شكري وزير الخارجية وقال كلام تقريبا في نفس السياق ما خرجش خالص عن السياق اللي قاله رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل ثم تحدث وكان في رأيي هو أحسن المتحدثين الدكتور مفيد شهاب لأن ملفه وهو خبير فيه والبلدي كده صنايعي في الملعب ده في المجال ده قانون الدولي والتعلاقات ما بين الدول وترسيم الحدود والحاجات دي يعني الكل يصمت عندما يتحدث مفيد شهاب يعني كفاية خبرته ونجاحه مع الوفد المصري في استعادة الطامة أحسن المتحدثين كان مفيد شهاب لأنه أولا نتكلم بلغة بسيطة يفهمها العامة بدل الكلام التئيل شوية أو اللغة العربية الفصحة المقارة ثانيا قال أنه يا جماعة وفقا للوثائق أنه السعودية هي اللي ثبتة ملكيتها لي الجزر رقم اثنين أنه القصة كلها لازم تمشي بالقانون الدولي والقانون الدولي والدستور بيقول أنه إعلان الحكومة المصرية عن أن الجزيرتين سعوديتان وسيتم استرجاعهم لا قيمة له إذا لم لا قيمة له إذا لم يعرض الموضوع على البرلمان ويوافق البرلمان ثم إذا وافق البرلمان يرفع إلى رئيس الجمهورية ويصدق رئيس الجمهورية على القرار لحد كده برضو ما يبقاش سئري الموضوع عندما يتبادل الدولتان المصادقة هنا يبدأ التنفيذ فقال لك لسه بدري على أن احنا نقول الجزر رجعت ولا ما رجعتش إحنا بنقول أن الحكومة المصرية أعلنت أن اللجنة اللي شكلتها لمعرفة ملكية وتبعية وسيادة أي الدول على الجزر انتهت إلى السيادة السعودية على الجزر دي اللجنة المشكلة من الحكومة لكن هل عادت الجزر؟ لا لم تعود هتعود إمتى؟ لما ممثلي الشعب اللي هو الشعب كله يقول أيوه احنا موافقين وده يتم في مجلس النواب ثم يصادق رئيس الجمهورية طب ما وافقش مجلس النواب حد حيقول لي أتمر معقول أن مجلس النواب مش حيوافق أنا دلوقتي باتكلم على المنطق فيه 1% نسبة أن مجلس النواب ما يوافقش فيه 1% نسبة طبعا ومش 1% النسبة أكبر لو ما وافقش مجلس النواب يبقى ولا حاجة هتقول لي يعني ولا حاجة هقول لك يعني ولا حاجة هتقول لي هو ينفع هقول لك وطبعا ينفع هي دي الديمقراطية هتقول له طب هنعمل ليه مع الجانب السعودي ولا حاجة هنقول لهم ان هي دي الديمقراطية احنا كحكومة عملنا كذا واللجنة قالت كذا ولا يمكن ان نتخذ قرارا بمثل هذا دون موافقة الشعب الممثل في مجلس الشعب مجلس النواب مجلس النواب رفض فتعالوا نشوف طريقة اخرى للتفاوض ونعمل لجنة تانية قانونية ونتباحث هي الدنيا كده اما لو وافق مجلس النواب يبقى لا مشكلة موجودة يصدق رئيس الجمهورية ملك سلمان الرئيس سيسي يتبدل المصادقة وانتهى القصة ثم انتهى الاجتماع الاول ودخل تقريبا في الحادية عشر صباحا مش تقريبا تحديدا في الحادية عشر صباحا الرئيس عبد الفتح السيسي الى القاعة